السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن سقوط إعلامية لبنانية على الأرض أثناء تغتياتها إجراءات مكافحة فيروس كورونا عند الحدود بين الحدود السورية والحدود اللبنانية. هنعرف مع بعض تفاصيل الخبر وحنشوفه صوت وصورة. وقعت المراسلة اللبنانية راشيل الحسيني على الأرض أثناء تغتياتها لعملها وأهم عليها خلال إجراءات مكافحة كورونا عند معبر المصنع الحدود بين لبنان وسوريا. ذلك المعبر الذي توقف تماما عن العمل منذ إعلان الدولتين إغلاق الحدود. وانتشر على موقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو للحزة سقوط الإعلامية على الأرض بيكشف المقطع المزيع على الهواء بيوجه لها سؤال وعندها مهمت بالإجابة عليه سقطت على الأرض. رفقت كاميرات الإعلامية اللي نقلتها سيارة الإسعاف التابعة للصليب الأحمر إلى مستشفى حدود جمع سوريا. وان المراسلة راشيل الحسيني العاملة في قناة الجيجيد اللبنانية كانت قد سقطت أرضا أثناء تأدية عملها فقمت مجموعة من عناصر الأمن اللبناني منقلها إلى مركز طبي تابع لوزارة الصحة اللبنانية وعطيت الإسعافات الأولية هناك. كما تبين من الفحص أن درجة حرارة الإعلامية وصلت لـ 38 درجة مئوية مما ألزم السلطات على التواصل مع الأطقم الطبية لنقلها إلى مستشفى رفيق الحريري في بيروت. وشرح المراسل أن الحسيني فقدت جزءا من وعيها عند سقوطها وبعد الإسعافات الأولية عندما استفاقت بدأت بالصراخ والبكاء. وقام الأمن العام اللبناني بالحجر السحي على العناصر الذي نقلوا الإعلامية إلى المستشفى طالبا منهم عدم مخالطة أحد وعدم التعاشي مع الصحفيين حتى تظهر نتائج ألف حصات. وطلبت السلطات من كوادر الإعلامية أغز الحيطة والحذر وأنه بعد هذه الحادثة وصل رئيس بلدية المنطقة إلى المكان وطالب السيارات المختصة بالقيام بعمليات رشل تعقيم الحدود. وأن الحكومة اللبنانية قد اتخذت إجراءات صعودية منذ الأسبوع الأول من الشهر الحالي بإغلاق البدارس والجامعات ووقف الرحلات من الدول التي تشهد تفشيا لفيروس كوفيد 19. ده كان خبرنا النهاردة عن لحظة سقوط مرسلة تلفزيون الجديد خلال تغطياتها إجراءات مكافحة كورونا عند معبر المصنع الحدودي بين لبنان والسوريا. طبعا ربنا يا ربي يعافينا ويعافي كل اللي قاله المرض ده يعجيه على خير وأن الإصابات كل يوم بتزداج يا جماعة خدوا حذركم. كله ياخد حذره وربنا سبحانه وتعالى اللهم ارفع البلاء عننا يا رب. ده كان خبرنا النهاردة. ياريت لو أنتوا لسه مش مشتركين في القناة ننزل نشترك ونفعل زر الكرس. بشكرك على حسنا المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.